اشتركوا في القناة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بل وتكثيفها خلال الفترة المقبلة ضمن منظومة متكاملة في إطار تعزيز الجهود الوطنية المخلصة لتصدي للجائحة منوها بأن وزارة الداخلية تعمل على تكثيف حملات إنفاذ القانون وكذلك الحملات التفتيشية على المطاعم والفنادق والمحلات التجارية عبر فريق مكون من الجهات ذات العلاقة لقد تمكننا معا من تحقيق الإنجازات ونجاحات التي تميزت بها مملكة البحرين بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم القيادة وبتكاتف الجميع لأنه من المؤسف أن نرى أعداد الإصابات تعاود في الارتفاع لذا وجب علينا بذل المزيد من الجهد لتصحيح الوضع لنتمكن من محافظة على مكتسباتنا ونجاحاتنا التي تحققت في هذا الصدد فإن وزارة الداخلية أيضا تعمل على تكثيف حملات إنفاذ القانون وكذلك الحملات التفتيشية على المطاعم والفنادق والمحلات التجارية عبر فريق مكون من الجهات ذات العلاقة بلغة الأرقام تواصل مديريات الشرطة في المحافظات وفي الإدارة المعنية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيالا مخالفي ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية وكذلك الإجراءات اللازمة للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 26 يناير بلغ عدد مخالفات كمامة الوجه التي تم ضبطها 8901 مخالفة فيما بلغ عدد مخالفات تجمعات 518 مخالفة بالتزامن مع هذه الجهود تعمل وزارة الداخلية على تكتيف الحملات التوعوية والتواصل مع العمال الوافدة والتحدث إليهم بلغاتهم من خلال ما تقوم به شرطة خدمة المجتمع وما تؤديه من دور توعوي فاعل كذلك يواصل الدفاع المدني حملات التعقيم والتطهير بكثافة وذلك كونه عاملا مهما في القضاء على الفيروس والحد من انتشاره كذلك من خلال متابعة الميدانيين نؤكد على ضرورة تجنب الازدحامات بشكل عام نشير هنا تحديدا إلى مواقع الفحص العشوائي وضرورة تعاون مع رجال الأمن في الانتزام بالنظام العام ومرعاة التباعد الاجتماعي المطلوب أيضا أود أن ألفت الانتباه لأن المسؤولية الشخصية والاجتماعية والوطنية تتطلب من الجميع مراعاة الاشتراطات الطبية المطلوبة في الأماكن الخاصة حتى في حالة وجود تجمعات عائلية محدودة فمضاعفة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني واجتماعي يسهم في تحقيق الأمن الصحي والمجتمعي ويقينا سيكون له دور في تقليل معدلات الانتشار فالوعي المجتمع يمثل حجر الزاوية في مكافحة الجائحة لأن الهدف صحة سلامة الجميع فهناك تشديد على تطبيق القانون بحزم وصرامة مع أي مخالفات للإجراءات الاحترازية سواء كانت من أفراد أو منشآت صناعية أو تجارية